النجاح عنوانه الاستمرار منذ انطلاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللذقية يقدم العمل الإعلامي في كافة أوجهه من تغطيات وأعمال درامية أكبر المراكز الإعلامية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عبر قناتي أوغاريت وإذاعة أمواج FM مسير التعطاء استمرت لأكثر من أربعين وستين عاما قدم خلالها الزملاء في الألعاب إذاع والتلفزيون ومنها المجزع والتلفزيوني في اللذقية الكثير هنا المركز منذ عام 1987 كانت انطلاقته حقيقة مع انطلاقة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط مسير التعطاء استمرت حتى الآن عبر تخديم كل الوسائل الألمية العاملة هنا في دمشق من اللذقية إضافة إلى قناة أوغاريت وإذاعة أمواج يعني هناك جهود كبيرة وجبارة تبذل حقيقة من جميع الزملاء خلية عمل يومية في المركز الإذاعي والتلفزيوني لإنتاج المواد اللازمة لتقديم الواقع بصورته الحقيقية جميع الزملاء هنا في المركز عملوا بجهة طوال الفترة الماضية هناك مشاريع كبيرة تقدم حقيقة ولا نزال نعمل على خطة قادمة طبعا لتطوير عمل المركز إضافة لتطوير الخطة البرامجية إنصح التعبير أيضا لقناة أوغاريت وإذاعة أمواج لا بد من التذكير بفريق النقل الخارجي الذين نعتزوا بهم خلال عملهم حقيقة على مساحة الجغرافية السورية من محافظة إلى أخرى يعني هناك مسيرة عطاء حقيقة استمرت منذ عام 1987 واستمرت حتى الآن بالنهاية كل التحايا كل الحب وكل عام وجميع الزملاء العاملين في هيئة العام يدعوا التلفزيونهم بألف خير يبقى المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية أحد أهم الصروح الإعلامية في المحافظة إلى جانب الصحافة المكتوبة ويبقى هاجس كوادره العمل في خدمة المواطن ترجمة نانسي قنقر